على الجانب الأخر نادي الأهلي يوم 31 أو يوم 1 اليوم اللي حيقرره النادي الأهلي حيكون النادي الأهلي في مهمة وطنية والمعلومة دي أنا بقولها عشان أفكر لكل الناس لأن النادي الأهلي له فرصة قوية أن احنا حنلعب على عرضنا وعايزين نسعد إن شاء الله فلازم الدعم الدعم من كل الناس ومن كل الجهات عشان كده وأنا هنا هوجه كلامي للسيد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وكل أعضاء مجلس إدارة الرابطة وهم ناس بالمناسبة عايزين يساعدوا وعايزين يعملوا ولكن لازم رابطة الأندية تأجل مباراة المصري في كسر رابطة أنا لو جبت لحضراتكم لإخواتنا وأصدقائنا في الرابطة لو جبت لحضراتكم النادي الأهلي لقى في آخر شهر ونص ولا شهرين قد إيه مباراة؟ بقى لنا شهرين بالزبط تقريبا بنسافر وبنرعب تحت ضغط مباريات كبير جدا من المغرب للسودان لأسوال لجنوب أفريقيا للكاميرون لإسكندرية للسويس لهنا ضغط وتعب في كل مكان مكناش قاعدين في البيت يعني ولا قاعدين في الساحل أو اللي قاعدين في العين السخنة لا مكناش مريحين ده كفاية أن أنت بتلعب كل ثلاث يام مباراة وبتواجه أندية ومنافسين مريحة بقالها إسبوع خلاص قبلنا أو أنت الربطة بتقول أن النادي الأهلي قبل بهذا الوضع أو اتفقوا مع بعض على هذا الوضع تمام كفاية اللي حصل في مباراة المأولين اللي تحطت في توقيت صعب جدا جدا على النادي الأهلي وشفنا نتيجة هذه المباراة في سانداونز لها تأثير طبعا طبعا التأثير الأكبر زي ما كنا بنتكلم ساعتها لكن لها تأثير وهو سؤالي برضو هو ليه ما يكونش فيه تعاون علشان كسر ربطة تنجح بمشاركة كل أنا عايز كسر ربطة تنجح وحضرتك عايز كسر ربطة تنجح وكل الناس الأهلوية عايزة كسر ربطة تنجح ولكن بمشاركة جميع الأندية وبمنتهى والعدالة لكل الأندية فلماذا لا تتعاون الربطة مع النادي الأهلي في مهمته الإفريقية اللي مطلوب الكل يوقف معاه الأهلي مش هيلعب مثلا الهلال السوداني في مباراود دية لا ده البطولة الأقوى والأولى والأهم في القرى الأفريقية هو مين اللي بيمثل مصر في هذه البطولة أو مين الوحيد اللي باقي يمثل مصر في هذه البطولة ولو خرج لو لقدر الله حصل في مباراة الهلال حاجة هيبقى خرجنا كلنا سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك اللي خرج من يومين برضو من هذه البطولة رسميا مش هيبقى لينا أو مش هيبقى فيه ممثل لمصر لو النادي الأهلي لقدر الله في مباراة يوم واحد وثلاثين أو واحد خسر هذه المباراة أمام الهلال أو تعادل أمام الهلال فالأهلي هو الأمل الوحيد للأندية المصرية ولإستمرارها فيما تبقى من هذه البطولة بطولة الدولة أبطال إفريقيا فيجب أن يكون هناك مساعدة من اتحاد البلد وربطة الأندية مش يكون فيه عرقيل حضرتك حطة الماتش يوم 27 رغم أن فيه فرق أخرى حيلعبوا قبل كده رغم أن فيه فرق أخرى حتلعب قبل يوم 27 والغريب بقى أن فيه من الفرق دي خرج من البطولة الإفريقية وعنده وقت كافي حتى لو لعب يوم 27 ولا 28 وأيضا بقية الفرق اللي بتلعب في أفريقيا لسه وما زالت في الكونفدرالية عندهم وقت كبير هو ليه حضراتكم بتضغطوا النادي الأهلي ولعبت النادي الأهلي لما النادي الأهلي يكون عنده مطش يوم 31 مارس أو 1 إبريل هل لعبت الدوليين حيرجعوا يوم 28 أو 29 مارس معناه إيه؟ يعني معناه إيه أن أنا بتخلص على لعبت النادي الأهلي مثلا؟ طب لصالح مين؟ لما بنقول إن النادي الأهلي فيه مهمة وطنية ومحتاج تكاتف الجميع وحضراتكم ناسيين اللي حصل مع النادي الأهلي الموسم اللي فات لما الجواب اختفى في ظروف غمضة مش في ظروف غمضة في ظروف واضحة وفيه درج واضح ولكن يعني ما حصلش حاجة الناس موجودة ومبسوطين بحط قدوم في جيوب هم ووقفين بيتصوروا كل حاجة وغيره 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 وده بس كل اللي أنا بفتكر حاجة بقوله لكن الموضوع ده أصله موضوع وتم إثبات مين اللي خب الجواب وفي درج مين الجواب مستخبي؟ محدش حامل حاجة يعني نحاول على الأقل إن إحنا نصلح من أخطأنا وحدين السؤال هنا اللي مالوش إجابة بالنسبة لي يعني هل المشاركة في بطولة كأس الربطة إجباري؟ طيب إذا كان إجباري طيب فين لائحة البطولة؟ عارفين لائحة البطولة؟ سطر وسط لائحة الدوري طيب أين مبدأ تكافؤ الفرص؟ طيب أنا غايب عني 14 لعيب تقريباً ما بين منتخبات مختلفة والفرق التانية عندها يا عم سابع لعيبة زي ما حضراتكو قلته طيب فين مبدأ تكافؤ الفرص في مثل هذا الأمر؟ وبعدين لو حضرتك حاطت في لايحة البطولة لايحة دوري دوري رابطة الأندية أو لايحة رابطة الأندية حضرتك حاطتها سطر في لايحة الدوري خلينا يبقى إذن حنستعين بلايحة الدوري طيب هل حضراتكو شفتوا القرعة بتاعت البطولة؟ والله أنا أنا كنت متضايق جداً من شكل القرعة جداً يعني قرعة في أي مكان آخر تبقى أفضل بكتير من القرعة اللي حصلت في دوري رابطة السنة اللي فاتت كلنا سقفنا وقلنا قرعة حلوة وقرعة جميلة وقرعة لطيفة لكن المرة دي ده ما فيش حد حضر أقول لحضراتكو حاجة حصلت ما بين الكواليس في موضوع الرابطة والقرعة ده بسرعة كده وإحنا بروس الكلام يعني من كتر ما هم مش لقين حد يسحب القرعة كلموا الأستاذ كابتن محمد عباس المسؤول الإعلامي لفوتشر وكابتن صبر عيد المدير الرياضي لغزل المحلة ينقذوا الموقف ويسحبوا هم القرعة بدون أي ترتيب وحضراتكو بتكلموا في نظام إيه وانتوا أصلا لا أحد يعمل بهذا النظام حضرتك من نفسك من المفترض تأجل هذه المباراة مش محتاج أن أنا عود أتكلم والناديل قال إيه بعد بيان ده يردوا عليه ببيان ومش عارف إيه وكلام كتير جدا عملين يسمعهم وبعدين بيتردد كلام إن حضراتكم رفضين فكرة التأجيل برغم أني كنادي أهلي يعني طلبت وذكرت حضرتك إن أنا عندي لا يقل عن 14 لعب ما بين المنتخبات الوطنية المختلفة منتخب الأول سبعة الشناوي وعبد المنعم أعتقد وهاني ومحمد هاني ومروان عطية وحمد فتحي وكهرباء أحمد عبد القادر منتخب الأولمبي حمزة علاء محمد أشرف رقفة خليل أحمد نبيل كوك هادي 11 بير ستاو 12 معلول 13 إليو ديانج 14 تيم كامل ومعان 3 احتياطي ده غير المصابين أقرب توفيق وكريم فؤاد وبقية اللاعبين المصابة ومتولي اللي لسه بيعمل برنامج علاجي واللي أنا عارفه أن ياسر إبراهيم برضو عنده بعض الشد أو شد فرجلي واللي موجودين اللي بقيين مجهدين من السفر من هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا اللي عايز أقوله ياريت يكون فيه تعاون مش نحط عراقيل للنادي الأهلي اشتركوا في القناة